اشتركوا في القناة هذه الرياضات يترى عندهم مجال هل هناك مدرسة واحدة ولا هناك نادي للهوات واحدة ام هناك نوادي اخرى كل هذا وذاك حنتعرفوا عليه بعد هذا الفاصل باش نعرفوا باش نكتشفوا ميجا كارت في شرقاء او كارتينج تاشرقاء كما كان الناس اللي يعرفوا نرحو نكتشفوا في هذا الفيتيان ونستقبلوا فيه بعد الفاصل الكارتينج هي نوع من انواع سباق السيارات باربع عجلات صغيرة وبسيطة حيث يتم السباق في حلبة كارتينج صغيرة الكارتينج هي رياضة المحركات للجميع فأي احدين يستطيعون يمارسها بداية من سن سبع سنوات ما كانوا بصحة جيدة فلا احد يمنعهم من ممارسة ذيها الكارتينج تنشئ وتربي الاجيال وفق سياسة صحيحة في كافة المجالات فهذه السيارة الصغيرة لها اثارها الايجابية في تهيئة المتسابقين الواعدين نحو عالمهم المفضل الذين يبتهونه بتقديم الافضل لهم في هذا المجال رياضة الكارتينج هي الخطوة الاولى في الطريق الى النجاح في رياضة سباق السيارات كما شفنا هذا الصور في هذا المجال الصغير وربما عرفتكم بكافة المشاركة اللي في كثير منها ساكيد انهم يعرفون في عبارة 42 ولاية كما كانت اللي ربما يسموا به وما شافوا حتى نخليتهم فقط وصلنا لهم احنا الصورة لذيارهم لكن اليوم باشنا قدروا نهضروا كيفاش حتى جاتوا الفكرة لانه ربما ماش حاجة سعلى باش نديروا مضمار صغير خصوصا باش ندخلوا هالتقافة للجزائي لكيما كيما شفت ما شاء الله انه كينا هناك جمهود اللي يحب مثل هال الرياضات خصصا الرياضة الميكانيكية يحضر معي محمد فهد بوخشبية مرحبا بيك صاحب ميجا كارت خلاي سلمك همينا شكرا على الاستضافة وصباح الخير ناس قناة تزير تيفي شكرا مرحبا بيك ربما فاذا نايت ما شفنا وحكينا على الكارتين كارتين كو عبارة عن مضمار صغير والناس اللي عندها هواية تحب تصوب ولا تحب السرعة عندها ما عندها ما كانوا نديرك كيفش انتاجاتك الفكرة باش قدرت انتها عند كانت عندك الجرأة ما كونش خايت انه ما كاش ناس بزاف اللي تحتم بهذا الرياضة ما تستقطبش ناس كبار لانه هواية كبيرة شوفي همينا هي صح الناس اللي تحب السرعة بصح تكون رقل موطي يعني في كارتين في إطار قانوني يعني كما الكود دولاروت يعني احترام القوانين السياقة في الكارتين كذلك فيها قوانين اللي يحترموا يعني ديراق اللي بشيسوقوا لسياقة الكارتين هي في الحقيقة على بلك احنا رأنا انتواجدين في الرياضات الميكانيكية يعني لا فقال الله ماشفيت واحد كارنتسنق او لا وكي الناس يعني في الجزائر كي الناس اللي كانت من بكاريرا هيت الرياضات الميكانيكية ولكن ما كش معروفة ما كش معروفة الفرق باللي كل واحد على بك سبور هاد الرياضة هاده هاده استيونا ما كي الناس كان اللي يمارسوها تنزنطن يعني كي سيب الفرصة وين يقدر يمارسها وكاين وين لغالب إنها موان دو طن باش يمارسها وإحنا يعني في شراقة يعني نظن باللي كي تحت لنا الفرصة يعني باش تعافي باللي كارتينج شراقة يعني هو يعني ستنفروي فاميليال يعني بالأخص ما فامي مهيقاري اللي هما أمنوا بالقدرات تاع الرياضة هادية بسك هي تسلية وممتون رياضة يعني اللي دي كانت باينا رايحة الكارتينج علاش واحد اللي يكون في سبور ميقانيك أوش يخياري دير ما نش عارف يدير نقوله مثلا التينيس ولا يدير فوت ولا بيسين كانت باينا باللي كانت متوجهة للكارتينج والحمد لله الآن يعني من حسن إلى أحسن وأنا شوفوا بليتزار يعني حاليا يعني لكارتينج رهم يزيدوا ونحيوا بالأخص جماعة السحرات كي يجبتي على جماعة الغوات نحيوهم تحية خالصة مع جماعة مصيلة يعني الناس اللي يتمن في هذه الرياضة وفي الجانوب يعني نظن هذه صحيح باش ندخلوا هذه الثقافة كذلك باش ربما بين قوسين باش يكون عندهم يفرغوا الشحونات لأنه ربما عندك ربما ما عندهم شوين يخرجوا ضغط على الأسبوع يقدروا في سرعة لكن فيما دائما نعود نكر بشي في الطريق وإنما في مضمار يكون آمن يكون تقدر تخرجوا ربما الموهبة التعاكي تقدروا تكتشفوا ناس من خلال هذه المضامير الصغيرة تقدروا تكتشفوا ناس أنهم من هواتي تقدروا رجعوهم محترفين صحيح هي الوبجيكتف نحن سيفريك كن درنا يعني مضمار يعني للتسليا ولكن كان عنا يعني غرض يعني تانيك وحد أخر هو الديبلوبمون ويقرروا في الرياضة الحمد لله يعني هادي نقولوها بفتخار وبعزة النفس وكاين نسوح دخرين ربما اللي راهم تانيك راهم في الميدان ورهم يطوروا في هذا الرياضة ولكن ربما الفرق اللي بيننا وبيين نسوح دخرين ربما حنا رانا لو وثورة نسوح درنا بالمجهرة و الوقت يعني هادو تروى كمبارتيمون رحم تليز امبورطن كين ربما انسان لو يحط ربما شوية وقتو ربما شوية دراهمو بصح مهوش في تروى كمبارتيمون هادي هي ربما شيل جمل الأجمل فهذا انكم تمام مختصين في هذا النجال يعني ربما ماوش حاجة الواحد انه عنده فقط عنده دراهم يقدر يفتح كارتينج لازم يكون مختص باش يعرف هاد كارتينج وش يقدر يدير به وش هيخدم به ولد بلاده شوف امينا احنا يا ديجا رانا انا كري واحد لا كمبتيسيون هاي طولها شال انشكيز راح في التلتاشن لترازيام ايديسيون يعني هاداك شال انشكيز خلانا نستمطروا بأطفال يعني رهم ضوك الان ناخدو مثلا القناة تعكم راح تبعت ناجي عبدي في 14 سنة اللي شاركي عندها 20 يوم في بطولة عالمية في امره 14 سنة امينا سبحان الله عندها تغطو الشمس بالغربان ما نقدروش صح تفور ما هنا في الجزائر في الجزائر في ميغاكارت في مدرسة الكارتينج تاع شراغا في الحالة بها هادية ارنا نشوفوها على الصورة الان مع مع هاد الاجونيس هاد الله يبارك لي يحياوي يا عزياز سون كونتي اللي ريزير فالي او جاي يعني اللي هم اطفال 9 سنين يا امينا هذا ما نغطو الشمس بالغربان يا ناس واحنا ما يقدرش كاين يعني ما ليش راهي فئة بالصحران نطلعين بيها لكن ربما فادي يشوفو يقولك أنا ما نحطش درهمي ولا ما ننفستيش في يوم لأنهم فئة صغيرة ما نقدرش نحط درهمي ولا مشي من الرياضات اللي عندها الشعبية أنت وش تقدر تقول لهم بأنك مختص هالي يابعني شفت كل ما يكون كاين هنا كارتينج نشوف بلي كاين ناس اللي عنده جمهور كبير يجي له حتى ربما ما تقدرش تستاع تستوعب كاع الناس ولا للغاشين يكونوا عندكم شوفي هي نافت صح شو اللي احنا كاين عندنا نادي راهو نتأسس عنده عامين يعني نادي كارتينج اللي شراغة اللي نادي الهاوي اللي شراغة يعني عنده بوكا نادي الرياضة ميكانيكية وهذا النادي الرياضة ميكانيكية سنننسيو كيفاش ننخضو انشارج يعني نتكفلو باطفال صغار اختراش سيفريكو هاد الرياضة هادية شوفي نحكي لك مينة دو نصوتي حاجة واحدة أخرى التينيس التينيس كان واقل من الاسبور اللي بلو شار ابراتيكي الآن دوكا أصبحت رياضة يعني اكسيسيب لو شن هي عندك راكيتا و او بلوط كما يقول صح دوك الكارتينج هدايا كيف كيف يعني سيفريكو هاد الرياضة يعني موكلفة تكلف ولكن نضم باللي مع لفولنتي تاع تاع الشباب ووزارة الشباب والرياضة نضم باللي رايحة تفتح هاد الماجال هادا وهدي حاجة سح يعني قلت لك من حسن الى احسن هدي راح تسمح نكون عندنا دي فيتور كوندكتور تريد 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 تنسيوني بس كالإنسان اللي يكون عنده ريفلاكس من صغره غضوة يحكم سيارة تاع تاع المو تاع أولى تاع البيب تاع الأم راح يكون يعني يفترس اتنسيون الوحدة ربما عندوش انفرميشون دي باس دي فيلوط ربما تل باش نحضروا نحضروا على سيارات كيمارانا نشوفوا سيارات ربما المشكلة كبيرة كيف في الجزائي ماناش تقنيه ولا معدناش كذلك تحسيانة اللي هما مختصين في هاد سيارات الميكانيكال مختصة لرياضة ربما هذا مشكلة تمكنك القاوة الآن كجمعية وشاكم تقدروا له كمؤسسين هذا الجمعية باش نقوموا ولا باش نديروا رياضة عندها وسيصحة لازم يكون عندي على الأقل المبادئ سيارات الميكانيكال مختصة لرياضة الموتور هي أصلاً لأنني اغلقنا الله يبارك تلميدة مجتهدة رقم انتظروا على الجزائي كارتينغ سيارات محضر في المريكان كتشوفوا كيفاش تأسس كموتور دو قازون أطن دوس يعني تنضي به الغاز هذا قلب فيه ولكن سيبري رانا نتلاقاو صعوبات بزي بزي باش تلقاين كوميسر باش تلقاين ميكانيس يعني يقاليفه يقدر يديلك سيارة سيارات هادية ربما كيتلقا يتفور ما عندك عامين تلت سنين من بعد المشكل ما يلقاش خدمة آير يعني اللي كارتين ما راهمش في الجزائر راهم دوكا ماكسيموم ماكي الخمسة أو الستة ما راهم بعد على بعضهم ولكن لسنتر دفور ماسيون ونحن طرحنا المشكل هادية عندها مدة عندها واحدة تلسنين بصح في الوزارة وكان المرحوم شيهاب الله يحمو ربي يرحب وزير شيهاب هلول استحادية رياضات الميكانيكية ربي يرحب يرحب كان واحد الوقت كنا حابين دوانبروجي دفور ماسيون يعني هذا الوقت هو قالك يودي أنا عندي دي فورماتور بصح لزم أنا فورمي دي فورماتور بصح حكيت فورمي نتاد المشكل كان شكون جالي ونوف ولا لطول لك بقينا غير في المشكل فورماتور يفورمي بصح بعد وين يخدم وين يبدا يفورمي وين شكون يلو بران شارج يعني يعني وين المجال وين نفتحه لباش يفورمي يجب كين بلاسة هل كين صندخ مقتص في هاد الأمور هادا كل وقت ما كانت إحنا رانا معاولين يعني إن شاء الله رانا متوجهين إلى وزارة شبيبة ورياضة لفتح يعني أول مدرسة سياق إن شاء الله أنا استناولي روتور إن شاء الله تكون إحنا كنادي من حقنا نفتحوها وينفورمي ميحبينا إحنا يذكو الجزائر عامة تستفاد منها مشيغل الجزائر غير الله مشيغل الواسط إما تمانية أوربعين ولاية استفادوا من هذا تمانية أوربعين ولاية مشاه الله حتى نقدروا نديروا ربما مضامير بمقاييس علمية لأن الجزائر قرى في كل المناطق نقدروا ربما نتوشوا كل أنواع المضامير في الصحراء في الواسط في الشمال شوفي قضية مضامير عاش قلت لك إحنا يا ميقا كات من حسن إلى أحسن إحنا رانا دكارنا في عامين ونصر أنا في سيدي عبدالله حال ما بسبعة أقطارات أنا من مضمار يعني عالمي محترف أنا في نيسيون لك لكانت الناس هذك لماذا قلت لك أمينة الإنسان لازم يصنف رحو دي كريتير يعني قال الناس هذو وراهم وين كانوا وين لحقوا فلسا ما قلنا إحنا جامعين قلنا بللي كين الناس ما يشتتعب على الرياضة هذه كين الناس لا يتتعب صح كين الناس يتتعب كتب في كل مجالات وأنا نفضل أن كل واحد ربما يقول لك كل واحد لازم يختص في المجال لأنه لما يجي واحد موش مختص في المجال لتاهم لا يقدر ربما يفهم ولا يفهم مشاكلكم يقدر يحل مشاكلكم لذلك ربما حنهضروا من بعد على وفاة شهاب بهلون ربما لجنة ولا الاتحادية رأي عندها مشاكل يعني أمي الأمور تباك مختصين وش حتقوم لكن قبل من ذلك أنا كمارا نشوف السيارة مشي ربما سيارة خاصة كما قلنا أنها تكون مكلفة الناس اللي تحب ربما تحترف في هذا المجال هي سيارة يكون وزنها تقريبا 75 إلى 80 كيلو فهد نعم هذه خيارة لا ترى غلطة لا ترى جهتي أمينا هذا هذا شوفي هذا إحنا نفتخروا بها لماذا كصحافية الله يبارك لا يفعل قصرتي رأسك وحوزتي ودرتي دي لشاش هذه أنا شخصاً لا يفعل لأنني أعرفت بلدوك ربحت صديقة يعني في الرياضات الميكانيكية ورح تمتريزي تعرف لماذا قلت لك يا أمينا كل هذا يحط يعني حاجر كل هذا يقدر يحط يعني حاجر 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 حتى نسير هذه نسالوا وقع فيها حتى رأنا أولادها صح نتي بنتها نتي ولدها نسالوا فيها الجزائر لم يكن شخصاً جزائري كم لا كم يحب لأنه أنا أدريك اللي حبي يجهد بي حاجر يجهد لها الله يبارك بلوتي ومكسي بيها ربما هذا ربما الأشياء جميلة أنا وقت كان في 2013 صغربت ومن صديقي من حييه عزم أبو اللي هو كده مختص في رياضات في رياضات الميكانيكية القطر وأنه نزعج نعرف وليد من تورك اللي نحيه في هذه تصباحة ونتمنه ونتأسف أنه أعتزل في وقت يعني هو ما زال مبكر جدا يعني باش أعتزل باش نعود فقط نفتح قوس باش نسمة لومنيش هو أخذ في ربما نال الجهزة الميدالية في موتو جي بي جي بي جي بي جي بي باش يكون باش نسمة ما تقولش إنها أولة المعلومة تفضل سمحي لانتر برق بالزين بالعقل وبالفهمة وكان عنده عنده وليد بن تركين ضن باللي انا بكو داني صحيح ونري يعني يعني لانتر 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 جي نرسي لانتر بس كالناس في الخارج كتح في بلوت يعني فيزيك مو يدقاج يعني للوك أو تربيت أو قدام ما يتلقوه لانتر 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 الحمد لله عندكم لان جمعية الرياضات الرياضة الميكانيكية نتمنى أنكم كذلك أنكم تستغلوا وتستغلوا مثل وليد مثل العديد من يورمون وقدرنش نذكروا اسماواتهم هم كتار برغم أنهم قليل في الجزائر لكن نقول أنهم يقدروا يمدوا صورة الجميلة يقدروا يكونوا كمدربين كمؤطرين محترفين في الجزائر سنحن إلى 14 enfants qui particip gemacht بين نูеч أعرف кр خير وكما ليحياوي الناس راه يتمن بهذا الرياضة ويحبوها من قلبهم ويتعبوا عليها رجلنا نلقاه شماخار الجزائر يكون عندنا مثل لمالا لكن ربما في كثير من الناس ليتشاهد فينا ذكافات يقول لك أننا ندي وليدي نعلمه في طريق خير هذا خير من دي المدمار وحتى دارهم أنا نقول أولا نبههم أنه هذه السيارات ما تنقلبش مدمار لأنه هذا ربما هذا المدمار عنده مقاييس عالمية بالرهم أنه صغير لكنه مصغر مقارنة بالمدمار الكبيرة وش ربما كيف تنقى تفاعل الناس يأتي بولادهم فقط لتسليا ومع ذلك يعودوا مدمين على هذه الرياضة وش ربما كيف تقنحهم غير ما تتحدث معهم على أنهم يعودوا مدمين على هذه الرياضة ويحبوها ما هو شوفي لبناء حيث يأتي لأننا التسليا لمدة 7 سنوات تقنية ربما كان يبناء حيث يأتي أسر قوية سغير يعني ما دمار صغير كان اللي جي خايف يقولك الماشينة هادي الموتر بالليسونس بسك هو محرق كلي سيارة عندك يعني كبائح لفرن ويلاكسيراتير يخاف يخاف على صحيح الأولياء غير يشوفوا ولدهم ولا ابنتهم كيفاش يصوب يبقى حاير يقولك أنا أوليدي لقيمة فوات جبتوب صحية معنا بالوش باللي أرجونا أنت هذا الوقت الله يبارك فايقين بزاف ماشي كما حالتنا أبالك هم يلعبوا بزاف الجوية الكترونية يتبعوا وقدامنا هيا سيلي بريمي كونتاكت لونفون طفل غير يقص يعني نحن نقوله قص يعني الماشين نحن نقولها الماشين الآلة هادية السيارة السيارة يحبها ولا حبها نقدر نقول لك بللي عنده دي كاباسيتي بس كالبك الطفل كم يونيبونج يعني يستوعب المعلومات التي تعطيها لغال سيطان دانجي بس كالبك في الكارتين يوجد دي رقليمتاشيون دي بانو كما يضربوا سيكي ما وش نلقاوه المرة يعني السيارة سيونياليزاة سون كيلومتر يعني كاتر لفن كيلومتر في الكارتين كذلك عندك دي ترابو يمعني هاد لارقليمتاشيون هادية فالطفل هادك يستوعبها ونزيدك نقطة في السيارات هادوما كإن حزام الامن المحتوط في السيارات هادوما سيطان بور الريفلاكس بس كالباك دوك الحزام الامن هو يعني حاجة ضرورية في الريفلاكس دوك مام طفل كيكون في السيارة مع الأولياء مع الأم ولا الأب يقدر ينبهو قال يا أبي دير سيكيوريتي سي دانجور تحميك هذه هي الوبجيكتيف الحقي الانفورماتي ربما هذه الأمور كثير اهدرنا عليها نحن بدلنا متواصل معكم مشاهدين الكرام نحن نهضرها على الدورة الثانية اللي دايماً في طبع الأولى كانت درتها هافي فوكس اللي الصحفي اللي في الكارتينج العمل مع كارتينج الشراغة كانت تحت توعية من مخاطر الحوادث المرورية لكن نحن سنحكيه دايماً مع فهد على الطبع الثانية وقتاش إن شاء الله ستوقع وقتاش حيقدروا كان في طبع الأولى كان نفاذ فريق الهداف على ما أظن هم اللي ادعوا اللقات في طبع الأولى لكارتينج صح في المرتبة الثانية رجعت إلى الزياتي الزياتي طارق بفلاح اللي نحييه زميلي في قسم بختمة أمان حنا مازلنا متواصلين ومازلنا متواصلين مع أحداثنا اللي نعاليو مازلنا نحضر على الرياضة اللي حيكون عندها قصة كبيرة خصوصاً الرياضة الميكانيكية في الجزائر وما مدى ربما نقدر نقول أنه ونوصلنا برياضة الميكانيكية في الجزائر ربما في الكواليس كنت حكيت معك فات قلت لي بلي ربما رياضة ولا بالأخص فئة الموتو كروس موتو كروس اللي عندها ربما أكثر من خمسة وعشرين سنة ما كانشتها مثل هاد المسابقات وعلاش؟ شوفي في العاصمة بكري كانت بكري الموتو كروس تندير على بالك رياضات الميكانيكية بكري كانت الوتوموبيل الموتو كروس الجزائر نشافه في موتو كروس داري بداي وبركري ودويرة ولكن حاليين مع المشروع السيدية عبد الله محالما حالما ستبع في الحال الساحرة قامنا بموتو كروس كمانا نشوفوه إن شاء الله يبعتنا المخرج يبعتنا الفيديو نشوفوه مبعد مع رابطة الجزائر للحيير يعني كارين بن حميش للحق واحد يهضر الساح يعني إنسان رياضات ميكانيكية سيكرك عن ليسيو دي سبور ميكانيك يعني ما قطوهاش تانيك هذه بالشمس بالغربات ناس تحب تجبد كين ناس واحد اخرين ما عندهم لا تاريخ لا حي حاجة في الرياضات ميكانيكية نشوفوه ويثبت ورحب مكتر من الناس ربما مختصين ما ليش ربي عاملهم بصاحنا نقولوا حاجة حقت وليه حاجة حق يعني هم بارتناريا معا يعني لا ليقدر شي دي سبور ميكانيك عود ناحينا الموتو كروس حاليا مكاينة طبعا هانا نشوفو السور الموتو كروس هالك الله يبارك هكي شوفي يعني شوفي ما الصورة هذي أطفال من الورا اللي يقق عليهم يعني حاجة عظيمة يعني حاجة كبيرة وإن شاء الله راحاتكم من حسن إلى أحسن وكين مشاركة كبيرة كما نشوف كين حضور قوية كين حضور قوية شاء يعني الناس متعدشة متعدشة يعني الرياضة هادية يعني الاسبيكتاكورية يعني حاجة عظيمة وكلش وكين الناس ما ليها يعني وما يخفى لكش بللي هذه نعبد نرجو فقط أنه هذه الدورة راهي توقام حاليا حاليا تخلص دورة في راهي سي لشمبيونة دموتو كروس دي لاليك دالجي دي سبور ميكانيك رايي في الطبعة التانية ولا فنال تندير إن شاء الله بتاتر فن دي سمبر يعني إن شاء الله يرغي لاليك دالجي وشي رجعنا الخبر رأيي ستاعهم على الاسطاف تاع حتى التدريبات يتقال في هذا المدمار؟ ويستخيني طرحي بالجماعة العشية ستو كون يفيبو يجيب الباربكيو ويجيب عنفامي والأخوة التحاوط ويقريني ولادهم كبار صغار وكذا بس كل مدمار ما كانش كاين يا أمينا دوكا الحمد لله وهذا جهة تانيك من عند الدولة الجزائرية يعني ما هيش غير حاجات على خواص ولا الدولة الجزائرية هي اللي قرت تمحن يعني تمد دي زاسيات يعني دي كونسيسيون للناس متخصين في الريعة والحمد لله ربما أكيد أنه يدي واحدة ما تسفقش لازم شيا من الدولة ولازم كذا يكون عند الخواص ويستثمروا وهكا نقدر ونلقا وصور جميلة نلقا أن أولادنا عنا ومينة نفسه نكتشفوا كذلك مختصين ولا نكتشفوا محترفي كما نشوف الأقفال صغار ربما ما يتعداش عمرهم ست سبع سنوات اللي أنا نشوف فيهم معنا في الصورة هنا نكتشفوا أنه هناك الناس أنهم يحبوا مثل هذا الرياضة لكن ما عندهمش فرصة بمجرد أنكم فتحتوا هذا المجال الناس واللي تتجيب قوة باش تحضر الملك هذه الدوارات قلت لك سبور ميكانيك يتقسم سيارات حيثهم قائل فميليا قائل في الموتو كوروز يعني هو تغرب جل كمبران لأنهم جنرالما الناس يشوفوك في تليفزيون تحضر غير الكارتينج قولك هدو سبيسياليجات في الموتو كوروز سعر الكارتينج لكي لديكم اختصاصك سعر لك اطماتيك من عندك انفستيسمن كبير كما هذا سبع كمبلكس سبع اقتارات راح تدري فيه الكارتينج لوتوموبيل الموتو سيبر موتو إلى الموتو كوروز وعندك لغران باركينج راح يكون فيه الدريفت يعني هذي كل انتها بالإخزامل منش عارف واحد كون كان يخدم منش عارف يبقى البطاطا ويسي بروحوا في كمبلكس كما هذا ربما تتلفلوا واشي يدير فهمت يعني وماكثرهم يعني فهمت وش حبيت نقول لك وكاين الناس اللي بقاوا يمارسوا هاد الرياضة يهرطوك مثلا جماعة لغواط يروحوا هاد الاغواط سعر لنحيوهم يحيوهم كاين ناس اللي كانت طرحوا في جهات واحدة أخرين يديروا لها موتو كراوز من جهة أمدية كاين ناس اللي قد حاكم وكيد انو احنا نوعدهم انو خيال لأسبوع هذا لأسبوع المقبل انشاء الله سيكون عندنا طلع عليك أختي متاع لغواط خلافين انشاء الله هنعرضوكم تكون عندكم الحظ يعني تقربوا كتر من هاد الفئة هالية بس كاين ساتلات يعني سعر انا حبيت كذلك نقول باللي حتى هاد اليموتو عندهم ربما عندهم خاصية مشي كامل يقدروا حتى للعجالات على ما اظن انو كين عجالات مختصة لما يكون الارض جفة لما تكون كين انطار والطين لما تكون لما يكون مشي في مدبار عادي يكون فلقضون لونك يكون هنا هل هذا ربما هل هادو نلقاهو متوفرين انا مثلا عندي امكانيات نقدر لكن ما قدرش نحنشري من الخارج هل هناك لس مختصة انها تبيع ادوات رياضة ميكانيكية هنا في الجزائر ونلقاهو متوفرين هي حالي اندوك على البالك سيبريو شاكي تقول كما للموتو كرس انا شوفوا البنوات تاوحى سيئسة انتو سبيشال يعني وليس اثلات ما همش يعني كي شوفوا حنا 42 مليون دابيطان الفئة تعسپور ميكانيك كون نخدوها متاناوبي الموتوات الكارتين الرالي على متأتر 2000 پرسان يعني سي ميني يعني على فرصة سيبريو هادو ما سيبريو ولكن نظن بالكاين الناس دوكارا هم يجيبوا دي مارك يعني يجيبوا البنوات هادو بسك على بالهم باللي ام يمنوا بالقدورات يعني يعني يشوفوا باللي الرياضة هادية راي تطور من حسن الى احسن فقالي دومان سوى في الموتو كروس سوى في الوتو موبيل سوى في الكارتينغ ولا في رالي ولا بوك الناس راه يتأمن بهذا الرياضة هادية وسي نورمال يعني سي تانو يعني يتمشى كل مع بعض عاليش قلت لك عمينا مقبيلاتك قلت لك كاين ناس مثلا ناخدو صان فيزيك سوى كاين واحد ربما ويجيب تنوات تاعة الموتو ولا تاعة ويقولك أنا ندخل سوى في ميكانيك حريش راك سوى في ميكانيك بسح الناس اللي راه فقالي يكمبارتيمو راه مقلال صح ما تقدرش وما يمكن تكون تاعة بين انك تكون تجيب وتبيع هاد المواد تبيع هاد الأدوات الرياضية ما يعني انك مختص فيها لأنه ربما أنا مثلا نقدر نقول انه عندي ثقافة عامة نعرف بلي كين هناك عالمتين مختصتين في ربما مختصة بالإطارات اللي بالعجلات بالإبنو اللي هما ميغا وكين فيغا هما اللي مختصين في هذ ربما في إطارات الكرات الرياضية اللي هما على مأضو منتجات إيطالية ولا إيطالية ولا لغاك فجأتين شوية هكي ركي بحتي حتى في تيفري كين مونجو كين ميغا كين فيغا هادو يعني سيدي مارك سبيسياليز ويعتبر من الأغلى ربما غالين مقارنة يقول لك نحن شري متعادي وما نشري ش نو دو كالناس أل سي سبيسي على بل اللي من في العالم في العالم فهموا باللي إذا بلي كنا بال طايلوريزم في ديريك طايلوري لا ديفين إلي طاش قسم كل واحد فهموا باللي الناس هما فهموا باللي لازم ريح نفل قليتي تعال البنون دي لامارك تائي ونديفلوبيها ونطلح أعلى مستوى وربما يجي عندي فهد نقدر نقول لولي يجي عندي رياضي هاوي نقول أنت كهاوي تدي هاد البنون لأنك ما زال ما تحتاج البنو وحد كبير وداخل ده أمانا سي كيف هكي تشوف اللي هنا الله يبارك الفيديو اللي هنا خانتي دونك والله سا دمون دي بريبار سا دمون دي زن ترين ما هيش بسهل حاجة يعني لازم تكون تربة تانية هكذا لازم يكون هدل هدل نوع هي كينا عيطولو كينا لصب المور لصب المور هدا نقا شوية في الويدان اللي هنا ما هدل pirip هدل الويدان راح ندخل شوية لتحق راح أشهد اللوتيراني لينو شوية راح تكون فيه تانيك كالكو ديكوراسيون وكالكو عفاريس لحن يمدوا طبعا واحد اخرى للسيركوي هذا ربما حتى لازم ترمى بش مكونوا انو ربما الارضية كما في سطاد كما ليماج لازم الارضية تكون تساعد ربما المتسابقين تكون تساعد هذي المحترفين لانو في بعض الاحيان الارضيتين متخصوص تساعدهم بش يقدموا قاوش عندهم لازم عندوا ربما سرعة على حساب الارضية اللي ما لازمش تجاوزها نشانا بني اشوفي احنا الله صنفي تشوفي يعني دو منش لسراء ولعائلات اللي كانوا وشعب اللي كانوا تحسي بلي احنا مطاطشين على هاد شي هذا يا احناوني سي يعني من حسن الاحسن من كل موقع هذا في الانتصال الانتصال مفتحة لأنه يجب أن يكون هناك المحركات التي يجب أن نبقها تدريجياً لأننا نعرف أن هناك المشكلة تتعود أن تحقيق شيئاً لا تخذي من غضوة من ذلك تقول له ممنوع لك تفوت يعني سألت درجة 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 ربما الأشياء ربما مليحة أنكم عودتوا رغم الصعوبات تعودوا ترجعوا هذا الرياضة لمكانتها هذا الحاجة المليحة لكن أنا ربما كمشاركة أو أنا كمشاهدة نجي نشارك في موتو كروس ومن بعد النتيجة أني تحصلت على المرتبة الأولى وصلت للمكان الأول هل هناك يعني نقدر نشارك في المسابقات الدولية في المسابقات المدى العربية بعد نروح للدولية باش نقدر نشوف ربما حلم كل واحد أنهم ربما يشارك في رالي القطري رالي دبي أبو ضبي ومثل هاد الأمور هل ممكن أنهم هاد الشبات أنهم يوصلوا لهاد المراحل أو لا 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 وكان في الغوات أنا نفهم الفيدرالية يقول لك يعني كون جيب لي بارتيسيبون قائل تماكو اللوجيستيك في الغوات ربما ومثل هاد المراحل ومثل هادة ونقصوا الجنوب لازم نعرفوا هذا الرياضة لازم ندولهم هذا الحماس ما يعنيش أنه حنا رأنا جنوب وليش همار رأنا كيف كيف يعطيك صحة لازم مثلا هادة اجتهاد وصح دور دوكا كيراكي تشوفي دور لالي قدار جي راهي دوكا يدير في خزان تاع أطفال صحة يعني توطر يعني نقدر نقول لك منا ماكسيموم يعني الأحوال إن شاء الله بيستر بلادنا ويخلنا وكلش على خير وخير نقدر نقول لك في دفع تلت سنين يكونوا عنا يشاركوا في بطولات عالمية هذا هو الأبجيكتيف حنا كن نبقى وغير في النسيونال نبقى ونهضروا غير تزاير لغوات وهران ولا عنابة لازم نهضرها 48 ولاية تكونوا زعى 48 ولاية 48 ولاية هذا صحيح يزيد يعني إن شاء الله بركي يصرا ونقدري يعني خير وخير يعني في القوانين جاي إن شاء الله ونظن باللي هذا يعني استثمار يعني في الجزائر وغير وغير الجزائر ورياضة ثانية من خلالها ريا الجزائرية في هذا المحافل الدولية كما نعرف عبر العالم والتي أصبحت لي رياضات الميكانيكية مكان ومكان مهم جدا خصوصا في الآن بيتقدم كل ما نعرف ما ننسى بلقاطر المغرب وكذلك أبوظبي وتونس يعني عندهم وراء متقدمين يعني في هذا المجال بتاع الرياضة الميكانيكية هنا كذلك قدنا كل يعني الجزائر عندها كل ربما كل أمور لكل العوامل لتساعدها إنها تتقدم في وقت وجيز إنها باش تتنافس هذا الدول اللي عندها ربما سنوات وسنوات من أمينة بكري نحن الموتوكروس وننجيري ندوميني بكول البسام مديتيراني بعد قلت لك خلينا فراغ خلينا فراغ لازم نرى ترابي وأمور بزاف أنا كنشوف الإفوليسيون في الكارتينج في الجزائر يعني من الفين وعشرة لالفين وطمنتاش يعني شفونس يعني سي بستاتيستيك إينام يعني سينا يعني أعجب في الفورماشيون في التكوين في التكوين في التكوين في التكوين في النبو الإنطرنسيونال كنشوف عندنا بطل نحييوه من هذا المنظر لأمور ميغاري يعني نحييوه أول بطل إفريقي وعربي يعني أنديكاك أنديكاك يعني تاتيسيبي في دوة شامبيونات دومي شامبيونات تحصر على المرتبة تلك نظن باللي غياذة هذه فيها دبو جور وماذا إن شاء الله نتمنى أولو العودة قوية إن شاء الله قوية إن شاء الله رابيد يعود يولي الضار اللي هنا ومرحبا به إن شاء الله إن شاء الله ويسمع فينا وما لأننا محتاجين لكل مثل الخبارات في الجزائر وما فهنا يهتمش فقط بـ حتى بالأكل مهتم كنت يسأل يسأل أسئلة دقيقة لشاف سلماء حنرحونا بيها سويا نكتشفو مطبخنا نكتشفو التحلية وحنشوفو وش يقدر يقدر يقدمنا من إضافات كذلك في مجال أطب بعد مشاهدنا يا كرام وصنعنا للتحلية وبنسبة نشوفو فهذا رهواجد باش يكمل اليوم وليح يطيبنا تحلية مرحبا بي عنا وش هي تحلية قولي ليا وش ندير وش نطيف هذه يبدأ وقولي لانتي وش نديرو خدنا اليوم مشاهدين الكلام صباحا لخلي كل ما لتحقى بنا الآن راح نذكر قلنا معلول درنا طبق رئيسي ظلمة في الفرن وبعد راح نشح تفاصيلها والآن راح نديرو التحلية اللي هو التفاح بالكاراميل أنا دائما نحب ندخل في وصفاتي للتفاح لأنه معظم الأطفال تواعدنا ما يأكلونا شو التفاحة هكذا لذلك بما أنني أم نحب وش نقدم الأطفال تاي نحب الأسرة الجزائرية تانية نفيدون بها المعلومة أنا أمينة وش درت نصف تحليب من نرامي طبعا راح نحطه فلان كاراميل فهدو اللي سيحط اليوم فلان كاراميل راح نحطه حوالي زوج ملاعق سكر وهنا اللي تحب تستغنى على السكر تستغنى عليه هنعلش اضفت السكر ملاحظة لأنه التفاح ساعات يجيني مجينيش حلو بزاف يجيني حامض لذلك نضيف السكر لأن باش يعقد لي الفلان ديالي وبطريقة كميلو كامل قد كيس من الفلان كاراميل نديرو له نصف لتر من حليب هنا ملعقة تعمى ميزينة هنا ملعقة الميزينة ماشي ضروري بما أنه أنا هنا في استوديو لازم لي الوقت هنا ما يسمح ليش راح نعقد زيد لي شبيا فقط راح نعقد الفلان تاعي كما سيدة لما يدوها ضيوف لأطفالها حبين يأكلوا التحليا تزيد ملعقة أكل كاربا يا سيدة راح توجد التحليا بكل سرعة هنا نزيد أمينا الفلان هنا نحلي بنا كتفيتوا شوية من قبل لأنه قلت نذكر دائما نقول الوقت هنا ما يسمح ليش أما هنا سيدتي الكريمة كما تعرفي دائما تاكنها كالفلان تاعي يا فان رسات هايزة عادي نديرها إن شاء الله إن شاء الله لأنه فاتنا عرفوه بلا عنده هو كذلك مطعم وربما مهتم بهذا الأمور الله يبارك هنا راح نذكر قلت أنا لما نكونوا هنا في وسط الأسبوع لأن نهاية الأسبوع نكونوا حضرنا حلوة وبقاتتنا شوية كما أنا الأسبوع اللي فات كنت حضرت المادلان للأطفال ديالي عاملك حضرين معي يا حبة ولا زوج من المادلان هكذا هنا لما حطيت هنا أخي فهد التفاح مع الفلون هنا ما شوحيني في قوله كامل بلايراني دخلت التفاح الداخل هنا تقدر تدير كامل كمية أمينة لأنه ما شاعة نحتاجها ثم تخضي فرغي شوية كالفلون اللي هنا يا خلاسا واجد هكا واجد خاصي أن الحليب رويك مغلي الله الله وهنا طبعا الجوز هنا اختياري ننجب لكم حدف دخرة حسب سيدتي الكريمة روشي توفر لك بالبيت حتى بالكوكو نقدر نديرها ولا نواة كوكو وعندنا طبعا حبات من الكارز كما نقدر نستغنى عليها نقدر نديرو هكذا التحلية مباشرة ورح ندخلوها في التلاجة حوالي عشر دقائق هكذا سلمة هكذا زيدي عمري اللي غامك هندو هنا التحلية بما أنه ورانا في فصل الشتاء ماشي ضروري تكون لي بردة بزاف هنا برك الفلون يشد روحه ورح نخرجوه من التلاجة ها تكمل فيه هكذا فرمضان تانيك شاف هذا فرمضان هدايا ها فصحورة فصحورة قيمة غذائية هكذا هكذا حطيها بطريقة عشوائية أنا نحب المفتح لي تكون طريقة عشوائية هكذا ورح نزينو بحبة الكارز أو نصف حبة كارز هكذا فقط هكذا هكذا يكمل يزين كل حدي يزين ربك هكذا ربك هكذا مشاهدة الكريمة أنا في وقت المذاكرة الامتحانات على الأبواب على ما أظن أمينا الامتحانات الابتدائية رملك العناف ساعة نوفمبر لأن الجوز راح يفيد بزاف أطفالة لذاكرة هكذا 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 سيدتي الكريمة ما دي قولنا شكوني عفيدير زينا أنا والأفاهد تحصمنا على التحلية وراك تلاحظي أمينا هنا هي ويبدأ خلمني بيمني ما لا مشهدت سيدتي الكريمة نشروا تفاح غالي ولا خاصة تفاح ليكون صغير رح يفيدنا صغيرة يتك صحا احنا بيشنو أخلعت برد وما دنا فاهد تندقون وفهد نتصلين معكم مشاهدينا الكرام مازلنا مع فقراتنا أبنا ومازلنا نهضرو على المسابقات على صحفية اللي حتكون إن شاء الله خلال أيام القليلة القادمة لكثير من أمنا حضرها لكن بعدما نروح ونعرجو على الفقرة تركن الأخضر اللي دايما تحضرها أنا أم الخير عزيز بعد هذا الفاصل نحن نتقوم معه في آخر فقرة معه دايما ضيفي فهد ولا ميجا كارتي أكيد كما شفنا أنه في ركن الأخضر والتلقاء طيفاء اللي في كل بيوت الجزائرية كبرنا عليها حتى في المحلات يجب لي فهدها جبات الحال تتنى لحب النباتات فهد يعني ضروري يعني أنا نشوف بركة نحي الجوزة تفضل ما فهم شغل نشوف نحيها من خلالك لتحب ربما تعتني بالنباتات من هذا المنبر تحيي خرص الحجام بعد ما نقول لك المكلة لمن حولها أكيد أن هذا حاجة ربما نحن نحيي عائلتك واحد واحد من خلالك انتفاد ورؤنا اليوم خصص أنه تكون لرياضة ميكانيكية في هذا اليوم يكون عندها مجال أكبر لأنه لازم نحطوا عيننا ولا نحطوا نحطوا على تحت المجهر باش نأكدوا أنه كان هناك رياضات تتحصل على يترفع علامنا خارج الجزائر وربما مهتميناش بها لكن نقول شوية اهتمام حنخلوها بهم رياضات اللي الجزائر تبتخر بها لأنه عندنا قدرات يعني قدرات إنسانية لهم الأشخاص فقط أنه نعطوهم إمكانية مادية نفتح لهم المجالات كما قال أنه شكرا نشكروا الدولة لأنها فتحت المجال الخاص باش يستثمروا في هذا المجال هذا شيء جميل ما يعنيش أنه لما نقول الدولة فبالأحرى لدينا هي تفتح لها مجال من عندها لكن كمين هناك الناس مموولين أميس لنا فقط أنكم تفتحوا لها المجال نقول نقصوا شيئا البيروقراطية في الجزائر باش نخلوا الناس يخدموا ونخلوا الناس كما شفنا شبانا وشبابنا يستمتعوا بالحياة طريقتهم الخاصة يقدروا يخرجوا ربما بغوطة الحياة في كل جمعات من خلال كارتينج ميجا كارتينج في شراغة ولا كما شفنا في سيدي عبدالله هناك وين يكون ماشي بسيارات صغيرة لأنه هي المرحلة الأولى تكون في السيارة تمشناها في مضمار شراغة لكن نروح للمرحلة الثانية بعد ما تقول محترف روحوا للمرحلة الثانية كما شفنا يكون لي مضمار حقيقي سيارة حقيقية لكن ما مشيك مثل كل سيارات لأنه يكون عندها شوية تعديلة باش تولي سيارة رياضية سيارة وزيدة جارة الداعرسوية لأنه ممتعت انها ستكون للمرحلة أنزاء وزيدة يمتعون من في الشراغة بلانه المنشة لأنها سيارة كيبريم. لذلك اطماتيك مو هالطنوبيلات عباك لزارسو يعني الحق يعني كاين ذوك سواء نفو دلافيدراصيون وليسوطو نفو دلاليغ يعني الليغ هي اللي هي تنشط بززاق في الوطنوبيل وكلش حارسة حارسة جدا على النارم هادو ما ونظن بالليحة جامليحة عليش قلت لك امينا راهو الرياضة هادية من الحسن الى احسن الناس راهي باش لحقت يعني ماتر يعني او نارم يعني تطل هادل سيكوريتي هادي كالناس اللي تعبت عشرين سنوه هي تجري خمسة وعشرين سنوه هما هنظن باللي عشي قلت لك اناراني متفائل يعني من على خمس سنين رياضة الميكانيكية بتزير يعني راح تكون يعني تشرف يعني او نيفو انترناسيوني. انت قلت لازم واحد ليكون لازم معتكم مش عندكم ناس قلال لي اه يفهموا في كل المجالات باش يقدروا يكونوا اه مختصين في الرياضة الميكانيكية اه لازم كل واحد يشد المجال تاعو باش نقدروا ننجحوا ربما في الرياضة الميكانيكية اه فهد. هي شوفي امينا انا انا شوي بارتيزان من الناس اللي كل هذا كل هذا ساتاش اديفلوبي هاد الرياضة كان لي راهو راهو يتعب اه اه مالو صحي ليسوا عنده لاباسيون دو سبور ميكاني ناطيك مثلا كاين ناس ربما يجي لكارتينج تعشره قابل جمعة ولا السبت يشوف يشوف الغاشي يقول لاغن حب سانايا وياربما كان يخدم الباطاطا ولا ما نستطيع روش بالخدمة تأي واحد ربما غدوة قلك فيها دراهم فيها دراهم مليش فيها دراهم صحي فو باولي ما لا تنسيش بلي عندك موقابل عندك تخلصي الضرائب عندك ديشارش عندك خندامي عندك كلش وعندسج سيانة سيارة راه صعيبة جدا ومكاش في الجزائر يعني وعندك استثمار ويستنافيك في يعني في طرصة واحد اخرى هاد العوامل اللي كل يخليوك تبدي تقول انت يا تحيري كيفاش الناس راهي راهي تستثمر في حاجة لي اللي ما عندهاش ميسون بايش ميسون جميلة ما هوش مخصص في هاد هاتشي احنا يا مرحبا احنا نقول لك نعودا من المرتاك بتاعكم اللي هنا في الباطاطاك انسان اللي قاد بيجي بحاجة في الرياضة هادية مرحبا بها كيما نادو كان خاصي بوزن تحطي نائس فيدرال فيدرال لتانا على كل احنا ما ناشو نقولو الكارتينج بتاعنا تاع بزاير احنا كارتينج فلالجيري نون احنا نقولو باللي احنا من الناس اللي رانا نجاهدو احنا عودوا بالهم كلمة احنا يا احنا من الناس اللي ننسي ونطورو هاد الرياضة سواصلوا 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 ميدياتي كامينا كي الناس بزاف يقول لك وعليش راكو نون هي بشتا نعرف يعني ارامي حتى لو كان شركة معروفة وكبيرة لكن دايما لازم نعرف نذكره من خلال احنا نقصدو كومنتو ما ونقصدو ناس واحد اخرين من قلية والدي الكارتينج هنا في الزايل فو بخوموفو هاد الا دي سيبلين هاد الاسبور هاد اقدامنا وراه انسان راه يجاهد في وقته بش يجي يعني يوضح كتر على الرياضة هادية ربما فاتح احنا نحضر باختصارة على طبعة ثانية لصحفين اللي ان شاء الله حتوبة كذلك حتى عملوها في كارتينج شراجة وقتاش تكون الدورة كيفاش يتم اختيار هذا صحفين هم اللي مختصين في الرياضة شفنا باللي كان كنتو كارتينج رجالي كتر من نسائي هاد مراش مستيوش تعملو دوزقين نسائي ورجالي في الدورة الثانية هي صح يعني شراجة الدورة ممحننن سنعفون صوبكم دلوزق مولا صح شوش دجا مش تعرفي امينة الكارتينج اصلا في العالم كله يتبراتيكا يعني مكاش كارتينج نساء وكارتينج رجالي تبراتيكا او ممتون سما يجرو كيف كيف البنات والدرابي في الكارتينج يجرو كيف كيف لامام كمبيتسيون البنات والدرابي كيف كيف احنا قابلين هادية هي طبعا لولا كانت يعني كانت مشاركة قليلة يعني في نسوية كانت اسمها دنيا حجاب لنحييها لنحييها لجا تشاركت يعني مع ثلاثة جيبانس يعني دنيا حجاب ويزيتي واقل سنك ولا سيس صح يعني مشاركات كانت قليلة مقاهرة من ثلاثين صحفي منهم خمسة يعني تقريبا خمسة وعشرين لا كانوا وربع وعشرين صحفي بكور وست سيدات فهذا يعني مشاركة ضعيفة جدا سي فرصة اللي فالدوزيام ايديسي ان شاء الله نطالبوا بحقوق نحنا نونو هدي من حقكم نانا هدي من حقكم نحنا شفناها بالليتانيك بس كاللاش حنا كيدرنا حنا لدي هادية برك نعودروا تراسيها برك استوريكمو بش ان شاء الله سافروا سوف راستي دون إسطوري الإدية على القارتينغ دينجة منوضح برك السورة نقولهم باللي filmه لدي هذي راجناacji هي تعوطولي الصحفي نابيل مغيرات للنحية من هاد المنبر هادايا وهو يقريه لفرماره تعلق على رالي دينجة يعني كنا يعني نحكي لك هذا في 2011ًا و2090 كنا حابين ندروها يعني كيف كيف يعني بعد قليل رؤدين ندير لكما أعتقد أنه يكون فيه المقارس أو المقدسة ومعنا نكون المقدسة في 2012 يعني هذا هو أنه يعني أنه يوجد المكتبات وكل شيء ونحن الأناس التي يُعجب الأناس كلما نفتح الناس لها فسح فسح لهم يستطيعون الأمام فأنت تحب الأمام يعني هم يشابها لذلك وشعر الأمام لذلك يسعر الغد الأمام الوحيد الأمام والأساس الأمام هو نبيل ميگيرات لنحييه من هذا المصر لذلك بعد قد تترينير اليوم وغضوان بعد قدرنا له شالنش كيس فقنا مع الدلاري صغار أم بعد حتى وين طاحتنا الفرصة مع لكي بتاعها في بوكس يعني نحييهم تانيك من هذا المنظر كانوا متحمسين وقدر وإحنا ميغا كاب كنا محتاجين الناس كما هو ما لنتعاونوا على هذا الشيء الحمد لله تعاوننا ودرنا لبريميار ايديسيون تحت رعاية الوزير الأول سيد ولدعلي أنا ذك وقدر نحييهم تانيك من هذا المنظر وإن شاء الله الطبعة التانية وش هيكوا فيها جديد فهد وش حد تحضروننا وقتها ش تكون إن شاء الله شوفي الطبعة التانية راح تختلف شوية طبعة الأولى في الارتسيبات عندك الحق وش قلتي كانت يغيين ديزي كيليبر شوية وإحنا لغالب بسكو سيتي را بريميار ايديسيون ايتي شوية كونديشوني في الوطن لابريس سبيسياليزي يعني في الوطموبيل يعني كانت مهمشة شوية دون لسانس وين إكيب واحد أخرى دارت لاليست مي هذا الطبعة التانية إن شاء الله راح تكون فيها إن كيليبر في غالي كونباتي من تواحة كل الصحفيين ما تنسيش بللي الله يبارك جمعنا يعني كل الصحفيين يعني من قطر الجزائر صحيح على شي جميل يعني وكانت يعني رسالة نحن كنا حابين ودجولي سالة نحن كنا وكلي شاركوا نقولهم شي جميل وتحية ليهم الثلاثين صحفي ما بدايتهم سيد فلاك لتحسل على الجيزة لو كذلك طارق مفلح زميننا في قناة زير تيفي المرتبة الثانية نحن نعرفي السلوغان هذا كده خممنا يعني قلنا احنا ما كاش أحسن يعني اللي يقدري لحق الميساج كما الصحفيين العالميين ويقيس يعني وكانت الحملة يعني الحمد لله ما نساوش تانيك كانوا حاضرين معنا قاع السلك يعني الأمني حاضر يعني هادو قاع ناس كل شركة ونشكرهم يعني ما قدرش نسميهم قاع أمبالا وحنا تفضل رحين رحين هذا الطبعة هادية رحا تزيد تكون فيها نظن رحينزي دو فيها مبارتيسيباسيون يعني دي جوناليست ايطانونجي باش هكدك نحتكو بسكي سباس فلا في العالم يعني باش هما ربما حينزي دو يفيدون اكتر وزي دو لحقوا الميساج ربما كان الناس تشوف قنوات واحدة أخرى وماتشوش قنوات جزائرية رماطرافر هادوك القوانات القنوات رح نتكون مير سنسيبليزاسيون بسكو هي تبقى توجور المام سو المام تام با ريبنسيون روتيات هو بالعامي يسميناها بروميلي أو عدني أوعدني يعني بروميلي يا أبي أوعديني يا أمي ما تجريش إن شاء الله يعني إن شاء الله تكون فيها نكونوا نقصوا شوية من الحوابث يعني رح نكونوا شوية هكذا وبدأ رجميل إحنا نشفناها الناس إن شاء الله تشارك يا أتك صحة فهد لنهار اليوم جيت نافعة تسباحة ونقول لك أنا فرح تفكير لكم حضرين كي كنت حضر معايا وأكيد إنه تحيي كبير لكل عمال كارت ميغا كارت في شرقة كارتينج شرقة يا أتك صحة ما زلنا نويك متوسني مش روح من دوقو بي نصيو ماك لا تأشف وكذلك في الطبعة الثانية لما تتم كل تحضير ستحضر معنا ونزيد ونحكي وعلى أكثر تفاصيل في دورة الثانية لكارتينج الصحفي شكرا لكن أنا حبي نحيي نحيي مهدي 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 يحياوي شماخار دائر وأصغر سائق ليعطيه صحة إن شاء الله سيكون ضيفي إن شاء الله خلال أيام القليلة المقبلة نتمنى لكل يطيك صحة وتحية خاصة لي لهذا كان هو سائق تايد اللي كان رائع جدا وستمتعت بأن يكون نركب مع سائق محترف مثله من خلال هذا البتعام نازل كل أسرة الرياضة الميكانيكية وإن شاء الله يارب أنه نلقى شخص يعود شهاد بالول مع أنه شخص ما يتعود شخص رائع وكان من أروع الناس كصديق ولا كرئيس اتحادية الرياضة الميكانيكية نحن مازلنا متواصل معكم معنا كلمة للناس كلمة الجمهور اللي يزورك الناس اللي رايحب تلتحق وربما راهم بعد ومحبين يستقصوا وربما محبين يفتحوا ميغا كاغتي في ولاية أخرى مثلا في جنوبنا كيف يقدروا هل ممكن أنك تعطي لهم أنهم فرصة أنهم يفتحوا باسم ميغا كاغتي في 42 ولاية كحنا نقولوك تابعة لميغا كاغتي الأمر نحن صدقين عمينا متفتحين لأي واحد رفض احنا الناس اللي قصدونا كاماراهم فتحنا لهم الأبواب وعاونناهم هذا الرياضة هادية رهي رانا يعني كارون دو مليون ضربيطان يعني قدما يحلوا رهي رهي قليل وقدما تكون فرجاء ونحن مادا بينا واحد كيه مثال أن الطامراستول الإليزي يلقى كارتينج التمات إن شاء الله راح تت نظر أنا قلت لك أنا كنت عودة طول يعني اللي بيتير القدم تواعي قد توجر متفاعل وقد نقول بليل كارتينج هنا في زي راح عنده بوجود ونظر بليل أنا في المستوى هذا راح يكون من حسن إلى أحسن وراح الناس نظر بليح تتقبل هذا التسلية ومثل هذا الرياضة صحيح أنا نقول بالميجا كارتينج فقط التسلية وإنما كذلك عنده أهداف سمينة و سمينة جدا أنه يكتشفوا هذا الأبطال الصغار الأبطال المحترفين لأنه كل واحد درما نحن كل حاجة فينا تبدأ هواية لكن منح أن نسقل الهواية من خلال أنه يكون وعدنا تقنية المحترفين يكون ناس يؤثر باش نقدر نوصل إلى أهداف سلنا نحن 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 شف سلما شف سلما حتى نجة بجد ونفر وإلى مرتبة ما سلما نحن أم الوصحة وإلى مات لا نحن نحن يقول أن الكبير نحن نحن ونحن نحن نحن ودعنا بلي وقت الفطار دوقة لازم ناكو سيبو أنا لازم دوقة لكن ما نقدرش نفوت ديساغ وما ندوقوش بش نعطي لجمهور رأيي بانسوح عجبني ومحسيت بلي فيه الداخل بسفغي ما مكاش فيه مشير بل اوها بالفيام ما فيش تفاح دايما الفريق تغنيني حي في الصباحة لأنهم صورتين اللي يكمل بيها البرنامج عجبني بزاف سنما ياتيك الصحة الله يستلوك وفيه يجب بزاف شباب يعني خلال عادي آكا غلبتين آلوا خلاص الله يبارك لا يوجد هذه ملاحة سورة الأطفال وكل ملاحة كنت تجربوها عندك في ميقا كاتب هذه ولا هلا لمن عنده الحق في الحال لأننا تجربوها ونصدنا ونحن نحن ندرك و لا يأكله لكن هذا ما يأكله السويس لكي يأكله الله يبارك الله يبارك صحة سلما 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 شاركنا برنامج التي لا نستغنى عنها وهي تقدم لكم أهم جزء وهو الأكل نحب الأكل سلما و أعطونا خبر صحافت شارك كثير كنت تحضر معي كنت تريضك رياض لكي أعطوك وبشكر لكي أتمنى من المجهودات التي تطلعتي على هذه الرياضة وهذا لكي أخبرت ممتازة على عيش و المشاهد لكي أعرف أنك أمينا كثرتها مجهودات و أعطوك بارك الله ويعني أن تكون هيا وكي أرى هذه المأكلة الهائلة من أجل سأكون لكي أتمنى نوجدها إن شاء الله ياتيك صحة فهد كذلك كل فريق تقني قليك ياتيك صحة وما كذلك نقولهم دورياتيكم صحة ممتم مشاهدين كرام تعقوا فيكم إن شاء الله قد وإن شاء الله في نفس الفلاتو مع نفس الفريق تقنيه في صباحة لكن مع ضيوف مختلفين ومواضيع أخرى اللي إن شاء الله تنال إعجابكم قبل أخير تهلوا فرحكم قد وإن شاء الله